السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في الأجندة قبل أيام مرت الذكرى التاسع لثورة 11 فبراير الثورة التي احتفل بها البعض وندم عليها البعض الثاني ولعنها البعض الثالث بعد أن نجحت الثورة المضادة في تحويلها من فرصة إلى مأساة يمنية واسعة خسر اليمنيون في هذه الثورة المضادة دولتهم وجمهوريتهم ووحدتهم والحد الأدنى من الحياة الكريمة وفي ظل هذه النتيجة المروعة يجد البعض أن من الصعب الاحتفاظ بولائه الكديم للثورة التي أيدها أو شارك فيها فيعلن هذا البعض ندمه على ما فات وأسفه على التضحيات وهذا الصوت يستحق منه وقفة تحليل وحوار لأن المهم من وجهة نظري ليس الاحتفاء بالثورة أو عدم الاحتفاء بها بل تحويل هذا الحدث الضخم في حجمه وفي قيمه وأهدافه وفي تضحياته تحويله إلى موضوع للدراسة والتأمل أصبح ملك للأجيال الآن يتأملوا هذه التجربة هذا الحدث الكبير الماضي دائما ينبغي تحويله إلى موضوع للدراسة لا موضوع للاحتراب والمناكفة لكي تتعلم الشعوب من أخطائها وتراكم خبراتها للأجيال وأي تزييف اليوم للحقيقة سيؤدي إلى تزييف الوعي في أجيال قادمة وتزييف الوعي يؤدي إلى كوارثك التي نعيش فيها الآن نحن الآن ندفع ثمن الوعي الزائف لآبائنا وأجدادنا تزييف الوعي بالمعنى الشامل الكبير من قبل كل القوى الفكرية والسياسية هو المسؤول عما نحن فيه الآن نحن ندفع ثمن هذا التزييف الذي تم في الماضي ولا نبغي أن نكرر الخطأ أو الخطيئة ونورط الأجيال القادمة في أخطاء مثل التي ورطنا فيها الأباء والأجداد هذه الحلقة ستحاول الإجابة عن سؤال مركزي هو ما هي الثورة؟ كيف تكون؟ وما هي شروطها؟ هل من شروطها أن تنجح في تحقيق أهدافها؟ سنفعل ذلك من خلال استعرض نموذج تاريخي ديني تؤمن به الأغلبية الشعبية هي قصة موسى موسى عليه السلام مع فرعون وقومه باعتبار أن ما حدث وما يرويه القرآن في هذا الباب كان شكلاً من أشكال الثورة أنماط الثورة كثيرة أنماطها كثيرة يصعب حصرها ما فعله موسى مع فرعون كان نمطاً من أنماط الثورة وشكلاً من أشكالها يستحق أن نتوقف أمامه لأخذ العبرة والعظف فكونوا معنا موسى الثورة حتى الآن فشلت في تحقيق أهداف الثوار هذا ممكن كل ثورة تقوم وفي جيبها هذا الاحتمال احتمال الفشل وأكثر الثورات في التاريخ تعرضت لهذا المصير مصير الفشل كما قال الدارسون فهل معنى ذلك هل معنى ذلك أن على الشعوب من الآن وصاعداً أن تتجنب هذا الفعل أن تتجنب التفكير فيه وهل معنى ذلك أن الثورة التي تفشل لا تسمى ثورة وهل معنى ذلك أن على الثوار أن يندموا على قرارهم إذا لم تتحقق أهدافهم الجواب على هذه الأسئلة سيرجعنا إلى نقطة الصفر في هذا الموضوع ما هي نقطة الصفر في هذا الموضوع؟ هي المبررات الأخلاكية والمنطقية لفعل الثورة هل كان هناك مبررات أخلاكية كافية؟ مبررات الأخلاكية يعني الأخلاك بمفهوم الفلسفة يعني كضايا الخير والشر قيم الخير والشر هذا هو موضوع الأخلاك في الفلسفة قيم الخير والشر هذه هي أهم نقطة في الموضوع هل كان هناك مبرر أخلاقي ومنطقي للثورة من قبل أن تبدأ؟ أم لم يكن هناك مبرر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا إذن يبدل بعض ندمه على تأييدها؟ هل تتغير قيمة الفعل بتغير النتيجة؟ هل نقول مثلاً إن الثورة جيدة وعظيمة إذا نجحت فقط أما إذا فشلت فهي بنت كلب؟ يعني هل نربط بين قيمة الفعل بنتيجته أم بمبرره الأخلاقي؟ نحن عندنا فعل له مبرر أخلاقي وله نتيجة قد يكون هذا الفعل حتى الدعوة النبوية يعني حتى نبي من الأنبياء يخرج في قومه يسوي نثر في قومه على مكانه يسوي فتنة في قومه بمكاييسهم ومعاييرهم هل نربط فعل هذا بالنتيجة بقيمة الفعل ومبرره الأخلاقي؟ يعني فيه أنبياء فشلوا في دعوة أقوامهم ما قدروا يؤثروا فهل يعد الفعل في ذات الفاشل؟ أظن أن الجواب واضح الفعل أي فعل يأخذ قيمة من مبرره الأخلاقي ومن قيمة أهدافه من مضمونه؟ الفعل الجيد هو الذي تكون مبرراته الأخلاقية الجيدة بغض النظر عن نتائجها لأن النتائج ليست مضمونة في أي فعل لا يوجد فعل كبير مضمون النتائج لا ثورة ولا نبوة الإنسان إذا أهين في عرضه في كرامة مثلا ممكن يندفع للقتال دون أن يفكر في نتائج فعلا ممكن يموت قد يتعرض للقتل أو للأذى لكن لا أحد سيلومه لأنه دافع عن عرضه أو عن بيته أو عن ماله أو عن أهله عن حقوقه اللي بيخرج كاتل عن حقوقه لا أحد بيلومه ولهذا الكاضي يحكم على الفعل الواحد حكمين مختلفين إذا اختلفت مبررات الفعل إذا اختلفت المبررات الأخلاقية الكتل فعل واحد الكتل فعل واحد طبيعة واحدة من حيث طبيعة إلا أن مبرراته مختلفة ويختلف تقييم هذا الفعل بحسب مبرراته هناك من يقتل ويصبح في نظر القانون وفي نظر الناس بطل لأنه كتل دفاعا عن الوطن مثلا وهناك من يقتل ويسمى مجرما وهناك من يقتل ويسمى مضطرا اللي بيدافع عن نفسه مثلا دافع عن نفسه أو عن أسرته عن حقه في الوجود حقه في العيش حقه في الآكل والشرب إذن الفعل يأخذ قيمته من مبرره الأخلاكي والقانوني لا من نتيجته وهذا الكلام ينطبق على كل أنماط الثورة سواء كانت ثورة دينية قادها نبي أو كانت ثورة علمانية قادها شخص عادي أو قادتها الجماهير ما فعله النبي محمد عليه السلام أو النبي موسى على سبيل المثال هو عبارة عن ثورة ثورة لكن النمط مختلف وللثورة أنماط عديدا لا حصر لها كما قلنا بعضها شعبي بعضها نخبوي بعضها سلمي بعضها مسلح بعضها هجين من هذا وذاك إلى آخره والذي يقرأ تاريخ الثورات بكل أشكالها وأنماطها يدرك بوضوح أن أصحابها كانوا يندفعون فيها بدافع المبرر الأخلاكي والمنطقي دون أن يتوقفوا كثيرا عند النتائج ما كان يأخذواش الحسابة ويشوفوا كيف في النتائج عملهم فمتوصها ثورة مضمونة ولا مش مضمونة الثور كلهم في كل التاريخ كانوا يقوموا بثورتهم وهم عارفين أنه في احتمال كبير أنه يمشلوا والأنبياء أنفسهم كانوا في مقدمة الثوار الذين لا يكيمون أفعالهم بحسب نتائجها تسعمائة وخمسين سنة يعني مع نوح وبيدعو قومه في النهاية لن يؤمن لك إلا من قد آمن خلاص ما فيش فائدة المهم أن يكون بعبلة في أنبياء كانوا يصلوا لطريق مستود يخرجوا بفرد أو اثنين اللي يكتنعوا بهم والبكية ينفضوه وسنبين في الدقائق القادمة كيف أن بعض الأنبياء كانوا يعني يخرجون أمتهم من وضع معيشي سيء إلى وضع معيشي أسوأ بعد ثورتهم على النظام الحاكم في حينه هذا هو موضوع الدقائق القادمة في حوالي العام 1750 قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح هاجر النبي يعقوب وبنوه وأهلوهم إلى مصر من فلسطين إلى مصر كان عددهم حينها حوالي 73 شخص ما بين ذكور وإناث وأطفال وسكنوا هناك في مصر تحت رعاية النبي يوسف الذي كان قد أصبح وزيرا مرموكا في بلاد الهكسوس الحاكمين لمصر والهكسوس طبعا كانوا أجانب محتلين لمصر جاءوا من الجزيرة العربية أو من شمالها مش عارفين بالضبط من أي مكان في شمال الجزيرة ولهذا السبب الهكسوس كربوا الأجانب أمثال يوسف وغيره وعينوهم في بعض المناصر لأنهم غرب كلهم زي بعض واستمر الحكم حكم الهكسوس لمصر حوالي 150 إلى 170 سنة فقط لأن المصريين خاضوا ضدهم سلسلة ثورات انتهت بطردهم من مصر وبقي الإسرائيليون في مصر كجالية أجنبية ينظر إليها أو ينظر إليها معظم المصريين على أنها من أعوان المحتل الهكسوسي ولهذا عملها المصريون أو بعض حكام مصر تحديدا بكسوة كأنهم عبيد خصوصا بعد سقوط حكم الملك المصري إخناتون في الأسرة الثامن عشرة لأن إخناتون كان متعاطفا معهم ربما لسببين الأول أن والدته كانت منهم كما يعتقد بعض الدارسين كانت من الإسرائيليين والسبب الآخر أنه كان من أتباع ديانة يوسف التوحيدية كما أظن أنا شخصيا من خلال تأملي وإدراستي للموضوع ظل بني إسرائيل في مصر إلى أن جاء الفرعون المصري الكبير رمسيس الثاني حوالي الفترة ألف وثلاثمائة ألف ومائة وخمسين قبل الميلاد ألف وثلاثمائة قبل الميلاد يعني هذا الفرعون جاء بعد لو يسمى فرعان موسى جاء بعد حوالي أربعمائة سنة من دخول المصريين الإسرائيليين إلى مصر كانوا طبعا قد تكاثروا خلال الأربعمائة سنة وأصبحوا كبيلة كبيرة ورمسيس الثاني هذا كان حاكما حازما قويا وله إنجازات عسكرية كبيرة في مجال تأمين حدود مصر وصاحب نهضة معمارية كبيرة في تاريخ مصر الكديمة أكبر نهضة معمارية كانت في عهده يعني بنى مدن وبنى معابد وبنى صنع مسلات وفيه شغله طويل كان مهوس بالبناء كما قال أحد المؤرخين وجد رمسيس الثاني أن كبيلة بني إسرائيل تتكاثر بصورة تهدد الأمن المصري الأمن القومي المصري لأنه نساء الإسرائيليات كانت عندهم خصوبة عالية في الخلفة وكان يخشى لو تكاثر الذكور أن يصبحوا أعوانا لأي عدو كادم يهدد مصر من خلف الحدود هذا ما قاله وكما روته التوراة لهذا أصدر قرارا ملكيا بكتل مواليد بني إسرائيل الذكور طبعا الهدف لم يكن من هذا القرار إفناء بني إسرائيل لأنه لو أراد إفناء بني إسرائيل لنظم مذابح يعني لكتل الجميع كبار وصغار ونساء ورجال أو على الأكل لطردهم من مصر لكن هذا لم يحدث فرعون لم يكن يرغب في إفناء بني إسرائيل ولا في طردهم خارج مصر لأنهم يشكلون له يد عاملة مهمة وكان محتاج يد عاملة أيضا للبناء كان بيبني مدينتين وكان بيوظف هذه الجماعة في بناء هاتين المدينتين لكنه أراد التقليل من أعداد الذكور بحيث يضمن أن لا تتكاثر الكبيلة وتشكل تهديد ديمغرافي لمصر في المستقبل ولهذا قيل أن فرعون فرعون موسى كان يطبق هذا القرار عاما ويهمله عاما وهذا هو الذي يفسر عدم تعرض هارون شقيق موسى لنفس محنة موسى موسى كان سيقتل هارون لم يقتل وعاش بشكل طبيعي بصورة طبيعية بينما موسى شقيقه الأكبر كان معرضا للقتل لماذا؟ هذا إما لأن فرعون كان يقتل الأبكار فقط من الذكور أو أنه كان يطبق هذا القرار عام ويهمله عام آخر وهذا هو الأرجح لأن فرعون لم يكن يعرف أن موسى هو البكر لأسرته وحينما ترك يعني شقيقه هارون لأنه يبدو جاف السنة اللي كان ما فيهاش إعدام في الحالتين هذا يثبت أن فرعون لم يكن يريد اشتثاث بني إسرائيل بل التقليل من أعدادهم حفاظا على الأمن القومي المصري كما نقول بلغة أحمد موسى وهنا تبدأ قصة موسى التي تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة من الملاحظات المهمة في قصة موسى في القرآن ملاحظة لم تأخذ حقها من اهتمام المفسرين والدارسين هذه الملاحظة هي أن موسى لم يكلف بدعوة بني إسرائيل إلى دين الله ما كانتش كضية الدعوة بني إسرائيل إلى الدين وإنما كلف بالذهاب إلى فرعون الذي طغى وهذا يعني أن كضيته الأساسية لم تكن كضية دينية بل كضية حقوقية هذه نقطة مهمة الذي يتأمل القصة القرآنية يدرك أن بني إسرائيل كانوا على بقايا ديانة أجدادهم التوحيدية وأن عقيدتهم ربما تعرضت لبعض الانحراف والتشويش لكن كانت باكية على عقيدة التوحيد كانوا باكين على عقيدة التوحيد الآيات تدل على ذلك لكن من الواضح أن موسى لم يبذل مع قومه جهدا في الدعوة إلى التوحيد وإنما بدل جهدا في تصحيح عقيدة التوحيد لديهم وعندما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة كانوا يعني هم قالوا أرن الله جهرة إن كنت من الصادقين يعني لما طلبوا هذا الطلب لم يكونوا بذلك يشكون في وجود الله بل كانوا يشكون في نبوة موسى وأرادوا دليلا ماديا يثبت نبوة موسى لكي يضمنوا أن وعوده لهم ستتحكك إذا ما غامروا بالثورة على فرعون برضو يهود يشتوا يضمنوا أنه في مكسب وفي القرآن والتاريخ الفرعوني في قصتهم في القرآن وفي التاريخ ما يدل على وجود شريحة من المصريين كانت تؤمن بعقيدة التوحيد سرا حتى قبل أن يبعث موسى الإشارة القرآنية إلى الرجل المؤمن من آل فرعون وزوجة فرعون نفسه المؤمنة هذه الإشارات تدل على وجود شريحة مؤمنة في البلاط الملكي وخارج وبالذات في النخبة الحاكمة لدى النخبة الحاكمة كما قال أحد المؤرخين البريطانيين المؤرخ البريطاني كيتشين أكد على هذه الحقيقة في كتابه عن رمسيس الثاني إذن موسى لم يبعث للدعوة إلى دين جديد في قومه وإنما بعث لمواجهة حاكم سياسي أو حالة سياسية هي حالة طغيان الحاكم واستبداده هذا ملمح مهم وقد اكتظى ذلك أن يبعث الله نبيين مع بعض لمهمة واحدة هي مهمة مواجهة الاستبداد السياسي كأن الاستبداد السياسي أخطر من الدعوة إلى الدين الاستبداد السياسي والكفاح في سبيل الحقوق والحريات قصة هارون وموسى في القرآن ما هي هي قصة الكفاح في سبيل الحقوق والحريات للناس لا في سبيل الدعوة إلى دين جديد ولذلك هذه القصة كانت أشهر قصة وأهم قصة في القرآن ليس هناك قصة تكررت في القرآن بقدر ما تكررت قصة موسى مع فرعون أو موسى مع قومه المعاندين الذين لم يفهموا الرسالة جيدة سلط القرآن الضوء على قصة موسى بصورة خاصة وكأنه يقول لنا أن هذا النموذج من الصراع هو الذي سيسود في المستقبل في المجتمعات وبالفعل صراع المجتمعات الإسلامية من بداية ظهورها في القرن السابع الميلادي إلى اليوم هو صراع مع الفراعنة السياسيين صراع سياسي الفرعون المستبد وبطانته الفاسدة والشعب المنافق العنيد هي مشكلة موسى ومشكلة نحن اليوم وفي تاريخنا العربي كلها هي هذه المشكلة شعب موسى العنيد المكابر شعب عفاش والفرعون هذه هي قصتنا في التاريخ العربي كله ولهذا ركز القرآن على قصة موسى فيما يبدو أكثر من غيرها في قصة موسى ملاحظات لابد من التوقف عندها لأنها تشرح ما نحن فيه اليوم بعد ثورات الربيع العربي والثورات المضادة كله موجود داخل قصة موسى بس محتاج أنك تفتح عينك على الدلالات الأساسية في هذه الحكاية إذن فقد بعث الله موسى وهارون لتحقيق هدف واحد هو إنقذ بني إسرائيل من اضطهاد رمسي سبتاني فرعون مصر ولم يبعثهما لدعوة فرعون إلى توحيد الله وعبادته بصورة أساسية قال اذهب إلى فرعون إنه طاغا فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم هذه هي القصة هذه هي القضية نفس دعوة ثوار الربيع العربي للفراعنة الجدد خرج الثوار يقولون للناس يقولون للحكام للفراعنة أرسلوا هذه الشعوب من الاستبداد والفساد ولا تعذبوه وهذا كان الشاهد الأول في القصة الشاهد الثاني في قصة موسى كان مع قومه هل كانوا يستحقون هذه الثورة؟ هل كانوا يستحقون هذه الثورة الموسوية ضد فرعون؟ من الزاوية الأخلاقية نعم كانوا يستحقون مثلهم مثل أي شعب مضطهد لكن هل كان شعب بني إسرائيل مؤهلا للثورة والتغيير؟ الجواب لا بنوا إسرائيل كما وصافهم القرآن وكما دلت الثورة كانوا شعبا من الأوغاد والمعاندين والانتهازيين وكليلية الإيمان هو هذا اللي بنشوفه نحن في كل الشعوب الثورة المضادة نحن عندنا شعبين الآن في كل وطن عربي شعب الثورة وشعب الثورة المضادة شعب الثورة المضادة هذا هو شعب المعاندين اللي موجود في قصة موسى مؤشرات كثيرة دلت على ذلك مثل قصة الفتى الإسرائيلي الذي كاد يتسبب في مكتل موسى بعد أن أنكذه بالأمس وقصة بني إسرائيل مع العجل السامري في سيناء أيضا مؤشر آخر قصة كارون نفسه كان من قوم موسى كما قال القرآن لكنه وقف في صف من في صف الفرعون في صف النظام الفاسد ضد قومه لماذا؟ خوفا على مصالحه تاجر الرجل كان ثريا وله أموال طائلة في البنوك وخشي أن تتسبب الثورة في خسارة مصالحه وفي خسارة علاكات مع فرعون فضل أن يحتفظ بمصالحه على أن يحتفظ بعلاكات مع قومه أو على ما يحتفظ بمصالح قومه وصاحب رأس المال جبان كما يقولون أي أن الشعب الذي أراد له موسى الحرية لم يكن مؤهلا لتحمل تكاليف الثورة من أجل الحرية من هذه الناحية ولهذا كانوا طوال الوقت يشتكون ويلومون موسى على قراره بمواجهة فرعون ويقولون له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ولما وصلوا سيناء بعد ذلك بعد ما خرجوا لاموا موسى على ثورتي وقالوا له لقد كنا في حال أفضل كان لدينا أنواع كثيرة من الطعام اليوم ليس لدينا إلا طعام واحد وكان لدينا الحد الأدنى من الأمن والأمان اليوم حياتنا غير مقبولة الآن لا نجد إلا طعام واحد في هذه الصحراء المليئة بالثعابين التي كتلت المئات التوراة تقول أنه كتلت آلاف الثعابين كتلت الآلاف من بني إسرائيل ربما مبالغة فلنقل المئات يعني كانوا في وضع ليس جيد يشبه وضع الناس اليوم في مارب في الجو في مناطق التي يحكمها أبالسة الكهف نفس منطق شعب علي صالح اليوم لقد كنا في أمن وأمان إلى أن جاءت نكبة فبراير وأخرجتنا إلى صحراء مليئة بالثعابين ثعابين الإمامة والفكر والذل وهناك ملاحظة أخيرة أو ملاحظة مهمة ثالثة في قصة موسى هي أن موسى كان قد وعدهم إذا صبروا معه أن يدخلهم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مثل ما وعدت الثورة الشعب قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيه لك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال لهم عسى أن تكونوا خلفاء لهم هذه كانت وعود هذه كانت وعود الثورة الموسوية طبعا كان يكسد أرض فلسطين يستخلفهم في أرض فلسطين لأنه كانت تحت حكم الفرعون وهذه خلاف اللهم عن أرضهم في مصر لكن الملاحظ أن هذا الوعد لم يتحقق في حياة موسى بنوا إسرائيل لم يدخلوا فلسطين إلا بعد وفاة موسى الجيل الثاني يعني بعد وفاة أو فناء الجيل المريض الذي كان معه الجيل العنيد الجيل المعاند الكذاب الذي يكذب على نفسه يقول لك أنه في آمن وأمان يعني وعود الثورة لم تتحقق إلا بعد جيل كامل من قيامها لأن الجيل الذي قام بها فيما يبدو لم يكن يستحقها بسبب أمراضه الأخلاقية والنفسية التي أظهرها القرآن والثورة بشكل بارز والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نقيم ثورة موسى هل نحكم عليها بنتائجها أم بمبرراتها الأخلاقية وأهدافها الحقوقية هي ثورة إذا قلنا بنتيجتها فإن ثورة موسى كانت فاشلة لأنها لم تحقق وعدها بدخول الأرض المقدسة واستخلاف الأرض ولم تحسن المستوى المعيشي لبني إسرائيل كانوا في مصر مستوىهم المعيشي أفضل كل ما حققته ثورة موسى هو تحرير الإنسان من الطاغية فقط وإغراق الطاغية وهذا ما تحقق جزئيا لثورة 11 فبراير في اليمن من غير مساعدة الوحي من غير العصر التي تفلك البحر وما زال بإمكان اليمنيين تحقيقوا المزيد من هذه الإنجازات إذا تخلوا عن أخلاق بني إسرائيل مشكلتنا الآن في أخلاق بني إسرائيل فقط هي هذه اللي بتمنعنا من الإنجاز هؤلاء المعاندون يعني أخلاق بني إسرائيل اليمن تتكشف في اليمن بشكل واضح جدا من ينكر الحقيقة العيانية المشاهدة ومن يكذب على نفسه ومن يلوم الضحية ويترك الجلات ومن يكف مع السامري الحوثي هي هذه أخلاق بني إسرائيل اللي بندفع ثمنها اليوم دفاعنا عن ثورة فبراير لا يعني أن الثورة الشعبية في ذاتها عمل مثالي أنا شخصيا لست من المحبذين لهذا السلوك في التغيير يعني هذا الطريق في التغيير لا أحبذه على العكس الثورة كما قلت من قبل في ذاتها عمل همجي تلجأ إليه الشعوب عندما تنسد أمامها طرق التغيير يعني الثورة هي قدر فيزيائي مثل هطول المطر ومثل العطاس ومثل الولادة بعد الحمل كما نقول دائما هذه مقادير فيزيائية لا تستطيع التحكم فيها ولا تعرف متى تبدأ ولا كيف تبدأ وعندما ترغب في تقييمها عندما تحاول تقييم هذه الأفعال عليك أن تتحلى بالقدر الكافي من الأخلاق والشجاع الأدبية لا يجوز أن تهدر تضحيات الناس ولا تتجاهل المبررات الأخلاقية والواقعية التي كانت وراء فعلهم ولا تتجاهل الأهداف السامية التي حملتها ولا تتجاهل الدلالة الإيجابية لخروج شعب كامل ضد حكام في مجتمعات لم تعرف هذا النوع من الاحتجاج الراقي طوال تاريخها هذه لوحدها قيم وعلامات بارزة مضيئة تستحق الاحتفاء وفي الأخير عليك وأنت تكيم هذا الفعل بشكل سلبي أن تدل الناس على الطريق البديل التي كانت متوفرة أمامه ولم يسلكوها ماذا كان بإمكانهم؟ ماذا كان بإمكان اليمنيين في عهد علي عبدالله الصالح أن يفعلوا؟ ما هو المطلوب منهم؟ ما المطلوب من الشعوب العربية كلها في نظر المثقفين؟ أن تكفر بمبدأ التغيير؟ تتوقف عن فكرة التغيير تماما؟ هل هذا منطق؟ هل هذا منطق مثقفين؟ هل مطلوب من هذه الشعوب أن تكفر بمبدأ الثورة مثلا؟ بلها ثورة؟ بلها نادية؟ خذ سعاد؟ طيب ما هو البديل؟ ما البديل المتاح أمامها؟ سنعطيكوا الانتخابات التي زورها الحاكم من السجل الانتخابي إلى الوعي السياسي مزورة وفي الأخير قال نصفر العدد طيب كيف يغيروا الناس؟ اشتولوا لكم متعيش اشتولوا حياة كريمة ما يفعلوا؟ ما يسووا؟ وهم بيشوفوا دولتهم بتنهار والوضع بسوء من يوم إلى يوم ماذا يفعل المواطن الذي يرى حياة التسير من سيء إلى أسوأ؟ وطن بلا خدمات، بلا تعليم جيد، بلا صحة جيدة، بلا عدل، بلا أمن، بلا فرص ماذا يفعل؟ المثقف هذا الذي رافض الثوري يكلمناه يجيباً للطريق البديل يكتفي بالدعاء مثلاً على الحاكم والنظام الباسد ولا ينتظر معجزة السماوية ولا ينتظر المثقف العظيم هذا لما ينتهي من ارتشاف كهوته السوداء وقراءة روايته الأخيرة ليكتب للشعب بعض الإرشادات الثورية المناسبة ما هو البديل؟ يعني هناك تناقض وتهافت واضح في منطق المعترضين على الثورة أو المنكرين لكونها ثورة يقول لك لا ما هيش ثورة وكأن الثورة هذه يعني مديح الثورة وصف لمستوى من الفعل متناقضين لأنهم إذا قالوا إنهم يرفضون مبدأ الثورة الشعبية من الأساس هذا يعني أنهم يرفضون كل أشكال الثورة الشعبية السلمية والعنيفة في التاريخ يرفضون الثورة الفرنسية يرفضون الثورة الروسية يرفضون الثورة الإيرانية يرفضون الثورة الأمريكية يرفضون ثورة 26 سبتمبر وعشرات الثورات التي غيرت حياة الشعوب إذا بيرفضوا الثورة من حيث المبدأ فالمفروض أنه بيرفضوا هذه الثورات كلها فضلا عن الثورات الدينية كثورة موسى التي أشرت إليها وهذا كلام أهطل وغبي وعبيط ولا يستحق الرد وإذا قالوا إنهم يرفضون الثورة من حيث المبدأ يعني لا يرفضون الثورة من حيث المبدأ وإنما لديهم شروط للثورة المثالية يقول لك ما عندنا مشكلة في الثورة بس بشروط إذا قالوا إنهم شروط للثورة المثالية فهذا كلام أهطل أيضا أهطل من الذي قبله وأغبى ليش؟ لأن الثورات حين تقوم لا تأخذ الحسة بب يدها وتحسب ولا تستأذن المثقفين ولا تخطط ولا تستأذن حد الثورات لما تقوم تنطلق بنفس آلية اندفاع البركان من بطن الأرض ولهذا يقول المؤرخون إن أكثر الثورات في التاريخ كانت فشلت لأنها ما خططت لنفسها ما عندها خطة هذه حالة انفجار الشعوب تنفجر نتيجة احتقال ومع ذلك لا يقلل الناس من قدر هذه الأفعال ولا يمكرونها ولا يمكرون عبكرية تلخصة الثورات أيضا هي تدل أخيانا على عبكرية شعب من الشعوب لديه ديناميكا لديه حيوية قادر على أن يفعل شيء ليس مستسلما للموت ليس مستسلما للجلات ماهش يعني جنازة ثورة 19 اللي بيسمها ثورة 1919 في مصر هذه بيسموها ثورة مع أنها فشلت بمعيار النتيجة الثورة الفرنسية فشلت في عقودها الأولى وما استكرت اللي بعد سبعين خمسة وسبعين مئة سنة ثورة 1905 في روسيا برضو فشلت ثورة خرداد الإيرانية اللي قادها الخميني في 1963 أيضا فشلت ثورة 48 على الإمام في اليمن أيضا فشلت بس هذه كلها مسميناها ثورات احنا سميناها ثورة وهذا اللي بنتكلم عنه كلها ليست شيئا بجوار 2011 كل هذه الثورات اللي ذكرناها جنب 2011 من حيث الحجم من حيث القيم من حيث السلوك لا شيء فبأي معيار يصنفون هذه الثورات وبأي معيار يكيسون نجاحها هذه أسألة نطلحها بين يدي حضرات السادة المثقفين اللي المشفاهمين انكوعهم انبوعهم لماذا نحن حريصون على تمجيد والاحتفاء بثورة 11 فبراير مع انها فشلت جزئيا حتى الان حكاية فشلت هذه محتاجة كلام لكن نقول فشلت جزئيا هل الامر له علاقة بالصراع السياسي يعني احنا بنحتفل نكاية بالخصوم مثلا ابدا يعني انا شخصيا امجد هذه الثورة لانها في ذاتها حدث عظيم كما قلت غير مسبوك في تاريخ اليمن وتوفرت في هذا الفعل شروط العظمة كلها المثقفون يمجدون الشعوب التي تنطفض من اجل كرامتها ومن اجل حقوقها ويصفون هذه الشعوب الشعوب المحترمة المثقفون العرب كانوا يعتقدون انه لا توجد شعوب محترمة في الوطن العربي الا في الغرب اما الشعوب العربية فهي شعوب خانعة ذليلة تنحني لكل راكب يمططيها هذا كان انطباعهم عنها اول ما قامت هذه الشعوب بثورة اذا بعض المثقفية يتعامل معها باستعلاء ويكلل من كدر تضحياتها ويقول لهم كان المفروض تجاو تستعدنوني قبل ما تسوي ثورة هذا اول عنصر من عناصر عظمة ثورات 2011 العنصر الثاني في العظمة هو انها رفعت مطالب محقة وكضايا عادلة تخص الامة كلها ولم تكن مطالب سلالية او مذهبية او مناطقية او عائلة او فردية كانت للامة كلها مطالب سامية هذا عنصر اخر في عظمتها ثالث وجوه العظمة ان الذين اشعلوها وانخرطوا فيها هم طلاب الجامعات والمدارس والمثقفون وليسوا عساكر الحاكم بامر شهوته او القادمين من كهوف التخلف هو عادة احنا لما نقرأ عن الثورات القديمة نشوفها ثورات عظيمة وجليلة لانه بيننا وبينها مسافة ولاننا نقرأ عنها في الكتب لو اننا اشتركنا فيها مباشرة في الثورات الفرنسية او الروسية كنا نشوفها عادية مثل الربيع العربي حين نقلل من اهمية وقدر حدث مثل هذا الحدث فنحن نهين امتنا ونقول للاجيال هذه الامة لن تفلح ابدا لانها اذا صبرت فشلت واذا ثارت فشلت لا لها قيمة في الصبر ولا لها قيمة في الثورة كأننا نقول هكذا امة فاشلة فاشلة حتى تتبع رشتة المثقف الذي لم ينتهي من كهوته بعد حين نقلل من قدر هذا الفعل فاننا نزور وعي الناس نوهم الناس بان الثورات الحقيقية لها مواصفات اخرى وشعوب اخرى مختلفة واذا كذب وجهن ثورات الربيع العربي اركب كثير من الثورات التاريخية الكبرى في مختلف الجوانب لمن يعرف هذه الثورات اقرأوا عن الثورات شوفوا كيف كانت يعني تقتلوا الناس بلا حساب وكانت يعني الثورة الفرنسية كانت تقول اقتلوا اخر اقطاعي بامعاء اخر كسيس ايضا مستوى الوعي مستوى الوعي الذي حمله ثوار الربيع العربي اركب من مستوى الوعي لدى ثوار فرنسا وثوار روسيا وثوار امريكا الوعي الاخلاكي والوعي السياسي ومستوى عدالة القضية اركب من مستوى بعض هذه الثورات ثورات الربيع العربي تتفوق على كل هذه الثورات في جانب الممارسة الثورية لم يكسروا شجرة ولا خربوا مؤسسة ولا اهدروا دما حراما كما صنعت بقية الثورات فاذا لم يكن هذه الثورة اذا لم يكن ما حدث في 2011 ثورة ما هي الثورة اذن؟ هل تستطيعون اقناعنا ببيان تفصيلي؟ يلا تفضلوا قدموا لنا دراسات تفصيلية معمكة تقول لنا كيف تكون الثورة ولماذا الثورة الفرنسية والروسية والايرانية الثورة والثورة اليمنية ماشي ثورة؟ ورّونا هل تستطيعون اقناعنا بان الثورة لا تكون ثورة الا اذا حققت اهدافها كاملة؟ اثبتوا لنا هذا الكلام علميا نحن ندافع عن عقولنا لا عن الثورة فقط هناك من يريد اغتيال العقل الجمعي تزويره تزييف هذا الوعي عقولنا ليست مجالا للعبث والسخرية تزوير الوعي عمل غير محترم ونتائجه مؤذية للأجيال القادمة أخيرا دعوني أختم هذه البدهية التي يتجاهلها نقاد الثورة ثورة 11 فبراير أختمها بأن ثورة 11 فبراير لم تفشل لأسباب محلية بل لعوامل خارجي إقليمية ودولية بدليل أن العوامل الداخلية أوصلت الثورة إلى بر الأمان إلى مؤتمر حوار وطني شامل وناجع امتهى الحوار بمسودة الدستور وخريطة واضحة للبلاد طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأموال الإماراتية والشغل الاستخبارات السعودي وتواطئ أمريكا وبريطانيا هم الذين أفشلوا الثورة إذن الثورة لم تفشل بالعوامل المحلية أفشلت بعوامل خارجية والناس ليس من الثوار ليس من مسؤوليتهم أن يحصوا كل العوامل الخارجية والداخلية ما أدراهم أن الماكرين يتربصون بهم على الحدود صحيح أن عوامل الضعف والخيانة الداخلية هي التي أنجحت مؤامرة الخارج لكن هذا متوقع في كل ثورة إنما العوامل الداخلية بكل ما فيها من عيوب بمفردها كانت ناجحة أنجزت مهمتها إلى حد مقبول هل تلام الثورة على أنها لم تستطع مقاومة المؤامرة الخارجية؟ وأن أي ثورة هذه التي تستطيع مواجهة الضباع في الداخل والخارج من بقدرة يواجه الإمارات والسعودية والحوثي وعلي عبدالله صالح؟ أظن أننا نحاكم الثورة أحياناً بمنطق العاطفة لا بمنطق العقل إلى هنا انتهت حلقاته اليوم تلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة تلقاكم 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 في القناة